توقع وكنت أتمنى أن الاتحاد المصري برئاسة الأستاذ جمال العلام يبعت للاتحاد المغربي ويقول له عايزين نعمل تنصيق ما بينا بعيد عن الاتحاد الإفريقي عشان نشوف خصة الآخر وينقش كلام اللي احنا بنقوله يعني التذكر بتاع الناس اللي مسافرة دي محسومة في المطار طب الناس اللي موجودة هناك هتعملوا معها ايه يعني لازم اشوف يبقى في ايه كلام من الاتحاد المصري طالما ما فيش حد كمان مسافر من الاتحاد المصري يحضر المباراة ما حدش قال ما حدش اعلم يعني ما هو اكيد خطبوهم قالوا ما احنا جايين نتفرج على المطر اكيد في دعوة اكيد في دعوة وادير الشباب الرياضة وادير الشباب الرياضة مش هيطلع يحضر مطشي زي ده اكيد هيكون موجود هناك احنا قضامنا على الشاشة هو زي ما انتوا شايفين حضراتكم دي كواليس تحرك الفريق واستعداد الفريق للتحرك الى مطار القاهرة زي ما انتوا يعني شايفينه على الشاشة وكان معانا اسمنا كريم احمد من شوية وكان قال لنا يعني ان شاء الله قبل تلاتة ونص سيكون معاد تحرك الفريق الى مطار القاهرة الدولي شوفنا هو بيت سمو سماني والقرات على فكرة دي القرات اللي هيتلاعب بها مباراة نهاية دورة ابطال افريقيا ودي بعض الكواليس الخاصة بالرحلة وحنا لسه في البداية بداية كواليس رحلة الاهلي